دايماً إحنا عندنا جملة كده بنقولها في كل المجالات مصر طول عمرها ولدى ولدى للعباقرة ولدى للمبدئين في كل المجالات سواء كان بقى فن علم رياضة في كل المجالات زي ما بقول حضراتكم النهاردة ذكر وفاة واحد من أهم العباقرة والمبدئين اللي أثروا في تاريخنا بشكل كبير جداً فنان قدر أنه يخالي الناس تحس أن الموسيقى مش مجرد طرب أو أغاني للتسلية إطلاقاً الموسيقى بقت رسالة بتوصل أفكار بتنقل إحساس الشعب بتعبر كمان عن همومهم ومشاكلهم النهاردة خلال حلقتنا هنتكلم عن قصة فنان الشعب سيد درويش سيد درويش واحد قدر يغير شكل الموسيقى في مصر والغطر العربي بشكل كبير جداً واحد كتب اسمه فعلاً بحروف من دهب في تاريخ الفن رغم أنه توفي وهو عنده 31 سنة لكن ما كانش طبعاً مجرد ملحن تقليدي ده كان بيطور في كل حاجة خلال أغنية بقت مش بس للطرب لكن كمان بقت وسيلة لعرض القضايا الاجتماعية والوطنية يعني لو نتخيل كده أن مثلاً السلام الوطني اللي بنسمعه كل يوم هو اللي لحنه بغير طبعاً أغانيه اللي كانت صوت الناس في صورة 19 زي مثلاً قوميا مصري واللي كانت صرخ التحفيز للشعب وقتها وكانت عاملة ضجة كبيرة جداً عشان كده بنقول أنه هو إمام الملحنين أو كما أطلق عليه يعني إمام الملحنين وملهم الكادحين وفوق كل ده سيد درويش كان بيجدد في شكل وطريق التقديم الأغاني وكان دايماً سابق عاصره زي ما بنقول يعني هم مش بس صنع لحن وطريقة جديدة في تقديم الفن كله وده اللي خلي أعماله تفضل مؤثرة وقوية حتى بعد مرور مئة سنة على رحيله وفوق كل ده كان بيتكلم عن حياة الناس البسيطة الفلاحين العمال الطبقات الكادحة كان دايماً بيختلط بكل الطبقات الكادحة أغاني مثلاً زي الحلوة دي بتتكلم عن الفئات اللي كانت يمكن بعيدة شوية من الاهتمام الفني هو اللي خلال الفني يبقى مش بس للمزاج زي ما بنقول أو الطرب لكن رسالة للناس وده اللي فرق سيد درويش عن أي حد تاني هو استخدم الموسيقى عشان يعبر بيها عن الجهاد الوطني والإصلاح الاجتماعي مبدع غير عادي هو اللي حول الأغنية من أنها تكون حاجة بنسمحها وخلاص لأغنية بتوصل رسالة قوية هو يمكن طبعاً ده ما كانش ننتاج شغله لوحده يمكن لو فكرنا في الرحلة دي اللي كان بيتعاون فيها مع ناس مهمة جداً زي مثلاً بديع خاري وبرام التونسي بس هو كان له يعني أسلوب كده وقصة مع بديع خاري اللي اتنين مع بعض أقدموا أعمال عظيمة زي زروني كل سنة مرة وسلم يا سلامة وأغاني موجودة كلنا في وجداننا وكلنا على طول بنسمحها أغاني ما بقتش مجرد أغاني وخلاص دي بقت جزء من تراثنا اللي كل جيل بيسمعه وبيحس به سيد درويش كان فنان الشعب بجد وده لقب أعتقد أنه مش بسيط أبداً لأنه هو فعلاً قدر يوصل لقلب الناس ويدخل ناس في الأغاني يعني تحولت الأغنية من الأغنية الرومانسية لأغاني بتتكلم عن فئات يمكن مهمشة كان بيكلم عن السقيين وكان بيكلم عن البنائين وكان بيكلم عن الفلاحين كان بيكلم عن السيدات أعتقد هو غير واحد من الغيار ومفهوم الفن في مصر على مدار حلقتنا النهاردة هنكون بنتكلم عن سيد درويش مرة تالية بنصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر